السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف الثاني معكم المعلمة ميس عادي من مدارس الأكاديمية العربية الحديثة سنتناول مادة العلوم بإذن الله وعنوان درسنا لهذا اليوم الكائنات الحية تورث صغارها يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الدرس أن يميز بين الوراثة والصفات المكتسبة وأن يتعرف وجه التشابه والاختلاف بين أفراد النوع الواحد وأن يستنتج كيف تؤثر البيئة في الكائنات الحية وأن يستشعر عظمة الله تعالى في خلق الكائنات الحية تحدثنا سابقاً يا أعزائي أن الكائنات الحية النباتات والحيوانات تشترك في خصائص عامة كالنمو والتكاثر والاستجابة والحركة والتغذية أما اليوم سنتحدث عن الصفات التي تميز الكائنات الحية عن غيرها انظروا إلى الصورة صورة الأب والابن يتشابهون نوعاً ما في الشكل أما عن الاختلافات فهم يختلفان في الحجم ولون الشعر أما العيون فهي متشابهة لكن لماذا لون شعر الطفل يختلف عن شعر الأب؟ انظروا للصورة الثانية نلاحظ في الصورة الثانية أن لون شعر الأم أصفر ولكن لون عيونها مختلف إذن هذه الصفات لون الشعر انتقلت من الأم إلى الأب ولون العيون انتقل من الأب إلى الأب إذن نسمي هذه العملية الوراثة والوراثة هي انتقال الصفات الوراثية إذن لكل كائن حي صفات تميز عن الكائنات الحية الأخرى وتنتقل إلى الكائنات الحية صفاتها من آباؤها وأجدادها انظروا إلى النباتات النبات الكبير نسميه النبات الأم والنبات الصغير نسميه الأم طبعا نفس الشكل ولكن تختلف جميعها في عدد الأوراق فالنبتة الأم عدد أوراقها أكثر من النبتة الأبن انظروا إلى صورة الدبابة الدب الأم والأبناء نفس اللون لكن يختلفون في الحجم السؤال هل تورث صفة لون الفراء عند الدبابة؟ نعم لكن هل جميع الدبابة لها نفس اللون؟ لا هناك أنواع مختلفة فالدب القطبي لونه في رأيه أبيض إذن تتميز الكائنات الحية بصفات تختلف عن باقي الكائنات الأخرى وتنتقل إلى آبائها وأجدادها وتسمى بالوراثة وبالرغم من التشابه بين صغار التحيوانات مع آبائها ولان ولكن هناك اختلافات مثل الدجاج فقد يختلف لون الريش عند فرخ الطيور عن أبويه انظروا للصورة لونه ريش الطيور الطائر الأب يختلف عن الفرخ إذن تختلف الكائنات الحية في صفاتها عن آبائها انظروا للنبتة تختلف النباتات الصغيرة عن النباتات الكبيرة في عدد الأوراق وحجمها على الرغم من التشابه بين أفراد النوع الواحد إلا أنها تختلف في بعض الصفات انظروا إلى صورة الكلاب فيختلف جميعها عن بعض مع أن الكلاب جميعها من نفس النوع انظروا إلى صورة الكلاب تتشابه الكلاب جميعها في أن لديها أربعة أرجل ويغطي جلدها الشعر وجميعها تأكل اللحوم ولكنها تختلف فيماذا تختلف الكلاب عن بعضها؟ أحسنتم تختلف في الحجم فهناك كلاب صغيرة وهناك أحجام كبيرة ولون الشعر وطوله وشكل الأذن إذن تختلف الكلاب في الحجم ولون الشعر وطوله وشكل الأذن وتتشابه بأن لها أربعة أرجل والشعر يغطي جلدها ونوع الغذاء الآن نلاحظ اختلافات بين الذكور والإناث في الحيوانات من النوع نفسه فمثلا أنثى الأسد اللبؤة تختلف عن الأسد أتحقق فيما تختلف الكلاب عن بعضها؟ في لون الشعر مثلا فيما تتشابه الأبقار وفيما تختلف أحسنتم الصفات المتشابهة عدد أقدامها وشكل الأنف أما الصفات المختلفة لون الشعر والوزن أحسنتم رائعون انظروا إلى الصور اختلافات بين الذكور والإناث من النوع نفسه وتؤثر البيئة على صفات الكائنات الحية مثل طائر النحام الذي يتميز باللون الوردي من منكم يستطيع أن يذكر لي سبب تميز باللون الوردي؟ نعم أحسنتم رائعون لأنه يتغذى على حيوان الجنبري وإن لم يتغذى عليه فإن لونه يبقى أبيض وإن تغذى عليه فيتميز باللون الوردي أحسنتم انظروا هذا شكله الجنبري إن تغذى عليه طائر النحام فإن لونه يبقى وردي أحسنتم انظروا إلى الأشجار من منكم يعرف أنواع الشجر في الصورة؟ أحسنتم إنها أشجار الحور فهي تنمو على الجبال وتنمو في مناطق منخفضة لكن إذا نمت أشجار الحور على الجبال فهي أقصر من التي تنمو في المناطق المختلفة إذن البيئة تؤثر في صفات الكائنات الحية منطقة النمو تختلف في صفات الكائنات الحية ومن تأثيرات البيئة أيضا يكبر حجم ثمار بعض النباتات عند توافر الماء في حين يكون حجمها أصغر عندما تكون البيئة فقيرة بالماء انظروا إلى النبتة في الصورة من منكم يعرف نوع الفاكهة؟ أحسنتم رائعون إنها فاكهة الرمان عندما تتوافر المياه فيزداد عدد حجم الثمار على شجرة الرمان وعندما يتكون البيئة فقيرة بالماء فيكون أصغر حجمها وأقل عددا أحسنتم ملخص الدرس تريث الكائنات الحية صفات آباؤها وتكتزي صفات أخرى من البيئة تختلف بعض الكائنات عن صغارها عن آبائها كالضفضع ويختلف أفراد النوع الواحد من الحيوانات كالكلاب ويختلف أنثى الأسد عن الذكر وتؤثر البيئة في صفات الكائنات الحية مثل طائر النحام الوردي فقد كسب لونه من غذاءه أحسنتم مراجعة الدرس الفكرة الرئيسة أقارن بين الماعز وصغيرها فيما تتشابه وفيما تختلف فكروا معي فيما تتشابه الماعز وما فيما تختلف أحسنتم رائعون تتشابه الماعز وصغيرها بأنها تأكل الأعشاب وجميعها لديها أربعة أرجل ولو نصوفها أبيض أما الاختلاف فالماعز له قرون طويلة أما صغير الماعز فقرونه قصيرة أحسنتم السؤال الثاني المفردات أصل بخط بين المفردة والصورة التي تدل عليها صورة البقرة إذن أحسنتم الوراثة لأن صورة البقرة مع صغيرها ثلاثة أنظر إلى الصورة ثم أذكر ثلاث صفات ورثتها صغار القنفذ عن أمها وأقدم الدليل أنظر إلى الصورة ورث صغير القنفذ الأرجل القصيرة والأشواك الحادة التي تغطي جسمه والأذنين الصغيرتين ما الدليل؟ الدليل ترث صغار الكائنات الحية كثيرا من صفات آبائها قوموا بحل مراجعة الدرس على دفتر العلوم وأرسلوه لي ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم إلى اللقاء